طيب يعني أستاذ علي يعني ده اللي حاصل على الأرض الواقع وإيه الأستاذ رميشة فيته من خلال احتكاكها المباشر بالسيدات اللي عانوا من ده من خلال بقى الواقع القانوني ونوعية القضايا ونوعية المشكلات اللي بتجيلكوا أخبار الواقع إيه القانوني والناس اللي بتلجأ ونوعية الحكايات طيب أول حضرتك على الحاجة إحنا لو جينا بصينا على قانون الأحوال الشخصية الحالي الموجود كبنود للقانون هنلاقي أن أغلبه مش سيء قوي يعني معقول إيه ده للمرأة حقوقها في بنود القانوني لكن عندما نيجي ننقل ده بقى على أرض الواقع أو في المحاكم بنلاقي الموضوع مختلف تماما يعني حدا كما تستعرضي كده قانون الأحوال الشخصية هتلاقي الست اللي هي حق في الشقة لها حق في النفقة لها حق في الخلع لها حق في الطلاق لها كل الحقوق نيجي نطبق ده بقى على أرض الواقع أو في المحكمة نلاقي أنها في النفقة مش هتعرف تثبت الدخل لو أثبتت الدخل هنلاقي طول أمد التقاضي لو خلصت القضية هتلاقي مشكلة في تنفيذ هتلجأ لدعوة الحبس هتدعوة تدور عليه مش هتعرف تنفس حكم الحبس فمنلاقي مشاكل كتير تانية في أليات التنفيذ أليات إثبت الدخل بقية المنظومة مش مستعدة لتنفيذ قانون عادل للأحوال الشخصية تمام؟ ده بالنسبة لجزء بتاع النفقات مثلا جزء بتاع تسليم الصغار اللي حدريك لهو موضوع الحلقة اللي هو العادل قابر أما بيحصل من الأب أنه بيحتجز الطفل من والدته أو من الحاضن تمام؟ بيحصل إيه؟ إيه الخطوات اللي بالتمنى؟ بتلجأ الحاضن للمحامي العام في محكمة الأسرة كويس؟ قرار التسليم بيطلع خلال أسبوع عشر تيام ودي حاجة كويسة جدا ما بياخدش وقت وبيبقى فعلا معها صيغة انفيزية ومتقشر فيها النية تنفس بالقوة الجبرية وتروح تاخد الولد بقوة جبرية من الشرطة ومن المحضرين وكل حاجة طيب نيجي ننفس بقى نلاقي إن في مشكلة في التنفيذ لم يستدل على العنوان لم يستدل على العنوان أو الطفل مثلا ما مش عارفين ناخد تأشير الكسر ونخش ناخد الطفل أو الرجل غير مكانه بنلاقي أسباب كتير أول تخلينا ما ننفس تحول بيننا وبين تنفيذ الحق فإحنا المشكلة الأساسية في قانون الأحوال الشخصية هي آليات إثبات الدخل في النفاءات مثلا وآليات التنفيذ في التنفيذ الصغير والنفاءات وباقي الحق طيب هل بيتم التعامل على إنه ده موضوع اختطاف ولا بيتم التعامل زي ما احنا ذكرنا كده في بداية الحلقة إنه يعني ما سلمش الولد لا هو ما سلمش الولد إحنا ما بنقدرش نقول إنه هو الأب خطف ابن هو احتجزه من الحضانة تمام؟ لأن جريمة الاختطاف دي لها أركان تانية خالص لو حضارك تقصدي جريمة الاختطاف في قانون العقوبات دي لها جريمة تانية خالص حتى لو توفر هنا عنصر الإخفاء للإبن أنه هو تغير المكان بتاع إقامته أخفى الولد عن أمه تماما يعني ده مش نوع من أنواع الإخفاء هو القانون تناول الجزئية دي اللي حضارك بتقولي عليها في المادة من 92 من قانون العقوبات تمام؟ ونص على إنه ممكن على إن الزوج أو الأب أو الجد قد تصل العقوبة لسنة حبس و500 جنيه غرام لا تزيد عن سنة حبس ولا تزيد عن 500 جنيه غرام تمام؟ ده النص القانوني عقوبة غير رضاعة بالمرة تمام ده النص القانوني طب على الأرض الواقع اللي بيحصل بنسبة كبيرة بياخد 500 جنيه غرام فالعقوبة هنا غير رضاعة عقوبة الغرامة في حد ذاتها ممكن تكون رضاعة ما عندناش مشكلة فيها لكن ما تكون الغرامة يعني كبيرة شوي أو متناسبة مع الوضع مع الجرم اللي حصل إنك حرمت أم من ابنه طب اسمح لي أستاذ علي يعني خلينا نقش الموضوع برضو على الأرض الواقع من خلال قصة وقعية